لليمن أم لميليشيا الحوثي تشكيك حكومي بالتسوية الأممية القادمة حيث حذر اليمن من نتائج الجهود الدبلماسية الدولية الراهنة الرامية لتحقيق تسوية سياسية وابدت الحكومة في بيان لها تخوفاتها من التسوية المرتقبة ليست فقط لأنها هشة بل أيضا لكونها ستذهب لصالح طرفا واحد اليمن على لسان وزير حقوق الإنسان أحمد عرمان أكد من جنيف السويسرية أن التسوية الأممية ستلبي مطالب ميليشيا الحوثي وستسمح ببقاء الأسلحة في يدها مؤكدا أن اليمن لن يشهد مستقبلا آمنا إلا من خلال الاسسناد إلى المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا في إشارة لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 22-16 التحذيرات المرتبطة بالتسوية الأممية أتت أيضا من مراكز بحثية يمنية حيث حذر تقرير صادر من مركز المخال الدراسات من تفاقم تدهور الأوضاع في اليمن نتيجة عدم حدوث تقدم في مسار السلام وتحسين الوضع الاقتصادي التطورات الراهنة تنذر بتحول اليمن إلى بؤرة مستعصية تهدد أمن المنطقة برمتها وفق المركز البحثي الذي أكد أن منع هذا التهديد يعتمد على الكيفية التي ستعالج بها أزمة العدوان على غزة وجدية الفاعلين الإقليميين والدوليين في بناء تسوية سياسية عادلة في اليمن مع ذلك لا تظهر مؤشرات على أن العالم مهتم بنداءات التحريرات اليمنية الرسمية والمدنية فالمجتمع الدولي مستمر في ذات السياسة الدبلوماسية مع ميليشيا الحوثي رغم فشلها وهو ما يظهر من التحركات الأممية والغربية بينما لا تزال واشنطن متمسكة بتنفيذ سياسة الردع الجزئي ضد الحوثيين حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية استمرارها في مهمتها بالبحر الأحمر البحر الذي أضحى مسرحا لإطلاق القذائف واستقبال الصواريخ بعد أن كان مصدرا للثروة السمكية وطريقا لعبور التجارة العالمية اشتركوا في القناة